بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم وبعد فإن الله تعالى خلق الإنسان بحكمته ضعيفا كثير الآفات ولهذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أنه لم يضعداء إلا وضع معه شفاء رحمة بعباده وليعلم أن حكمة الله قد اقتضت ربط المسببات بأسبابها وقد أباح الله تعالى للناس التداوي بكل مباح لا يشتمل على محذور شرعي ولما كان الإنسان يضعف حال مرضه ويتطلب الشفاء بأي سبب يظن نفعه صار ذلك من أسباب وقوع بعض الناس في أنواع محرمة شرعا من الأدوية الحسية والمعنوية ولأجل هذه الأهمية يقيم القسم العلمي هذه الندوة التي تتناول ثلاثة محاور جعل المحور الأول فيها لحكم التداوي بالمحرمات يقدمه الدكتور عمر مكي والمحور الثاني لحكم المداوات بين الجنسين يقدمه الدكتور حاتم الضاري والثالث لحكم نقل الأعضاء وزرعها للدكتور عمار عبد الكريم والآن نبتدئ مع المحور الأول للدكتور عمر مكي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأوضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عنوان البحث هو التداوي بالمحرمات مفهومه وتقصيله وحكمه من صور عالمية الإسلام وشمول شرعه الحنيف تناوله أحكام التداوي للمريض إذ هو من مكملات الحفاظ على النفس من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سراية الأمراض وإفضائها إلى تلف النفوس إذ حفظها مقصد شرعي كلي ومن هنا تظهر عظمة نصوص هذا الدين القويم وتأصيلها للقواعد العامة التي تندرج فيها كثير من التفصيلات الدقيقة والوافية بل وتشتمل على الاحتمالات والافتراضات الفقهية الدالة على اتساع الفقه الإسلامي وسموه ورفعته تعريف التداوي بالمحرمات يقصد بذلك هو استعمال الأعيان المحرمة بقصد طلب الشفاء سواء أكانت نجسة أو سامة أو ضارة أو طاهرة محرمة كالحرير للرجل أو كانت معنوية من التداوي بها كالموسيقى أقسام المحرمات من حيث التداوي يمكن تقسيم هذا التداوي بالمحرمات على قسمين القسم الأول المحرمات المعنوية ومنها الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان وكذلك التعلق بالتمائم واللجوء إلى الأموات والقبور وكذلك العلاج بالموسيقى ومن عظمة هذا الدين وجود البعد الديني في الطب والاستطباب وهو ما يفتقده الغربيون إذ غياب مرجعية الدين في ناحية من نواحي المجتمع يجعله فريسة للضياع والإهمان والقسم الآخر هو المحرمات الحسية وتشتمل على الأعيان النجسة أو المحرمة كأبوال الحيوانات أو أجزاء الخنزير أو الميتة أو الخمر ونحو ذلك وكذلك التداوي بالدواء المسروق أو المغصوب أو المداوات بين الجنسين هل التداوي بالمحرمات كأكلها من حيث الاضطرار؟ مما ينبغي أن يعلم هو أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يتفقوا على حكم التداوي بالمحرمات علما بأنهم اتفقوا على حل سد الرمق بأكل المحرمات عند الاضطرار حجتهم في ذلك أن التداوي بالمحرم ليس مثل أكل المضطر للميتة فإن ذلك يحصل به المقصود قطعا وليس له عنه عوض والأكل منها واجب فمن اضطر إلى أكل الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار وأما التداوي بالمحرم فإنه لا يعلم فيه حصول الشفاء ولا يتعين فيه هذا الدواء بل يعافي الله تعالى العبد بأسباب متعددة والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء ولا تقاس ضرورة التداوي بالمحرم على ضرورة التغذي به هذا من حيث القول العام وليس هو القول المختار قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قال ومما اختلفوا في قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوي فقيل لا يتداوى بهاته المحرمات ولا بشيء مما حرمه الله كالخمر وهذا قول مالك والجمهور ولم يزل الناس يستشكلونه لاتحاد العلة وهي حفظ الحياة وعندي يعني ابن عاشور يقول أن وجهه أن نتحقق العلة فيه منتفل إذ لم يبلغ العلم بخصائص الأدوية ظن نفعها كلها إلا ما جرب منها وكم من أغلاط كانت للمتطببين في خصائص الدواء ونقل الفخر الرازي عن بعضهم إباحة تناول المحرمات في الأدوية وعندي يعني عند كلام ابن عاشور أنه إذا وقع قوة ظن الأطباء الثقات بنفع الدواء المحرم من مرض عظيم وتعينه أو غلب ذلك في التجربة فالجواز قياسا على أكل المضطر وإلا فلا وعليه أبيحت المحرمات تداويا للضرورة والمتداوي مضطر فتباح له وتقاس على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها ويؤيد هذا وينصره أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان والانتقال من الطهار المائية إلى الطهار الترابية فكذلك يويح المحارم من المحرمات التداوي بها لأن الفرائض والمحارم من واد واحد ويؤيد ذلك أيضا أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحته كإباحة الأنف من الذهب وربط الأسنان به ورخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما في لباس الحرير من حكة كانت بهما قال النووي ويجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن تمكن من اتخاذه من فضة وفي معنى الأنف السن وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني وكذلك إذا سقط سنه فلا بأس أن يتخذ سنا من ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب قال المالكية والحنابلة طبعا استنادا للحديث التي ذهب إليها إم الأربعة على جواز استعمال الذهب المحرم على الرجال في الأنف وللتطبب وللأسنان استدلوا بحديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب والحديث مروي عند أهل السنن والإمام أحمد والذي يبدو رجحانه هو قياس ضرورة الدواء على ضرورة الغذاء إذا تعين الدواء المحرم في نجاة النفس من الهلاك ولكن يمكن أن تظهر ثمرة الخلاف بين التداوي والتغذي في حالة كون الداء غير مميت فهنا يظهر الخلاف بين المقيس والمقيس عليه إذ كيف يقاص الأدنى على ما هو أعلى منه ويمكن الجواب عن ذلك بأن كل منه ما يحصل منه تقوي الجسد مع اختلاف مادتهما وهو التقوي بالغذاء والتقوي بالعلاج ويشتركان معا عند تركهما في التسبب في تلف الجسد أو ضعفه ولا ريب أن من أعظم نظريات التشريع الإسلامي نظرية الضرورة الشرعية إذ الوضع الاستثنائي الطارئ القاهر في حياة البشر له حظ ونصيب من عناية الشارع الحكيم وهو يتحقق في غذائه ودوائه وعلاجه ولا يمكن التفريق بينهما لمساواتهما ومن أقر بضرورة الغذاء من الفقهاء يلزمه أيضا بإقراره بضرورة الدواء إذا تعين ولا سيما أن الطب قد خطأ خطوات فسيحة وما كان مضمونا فيما سبق صار يقينا أو قريبا منه فيما لحق ولا سيما في هذه الأزمان ومن أحسن تعاريف الضرورة قول الشيخ علي حيدر الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشعي الممنوع اختلاف الفقهاء في حكم التداوي من الأمراض عموما مما هو جدير بالذكر أن حكم التداوي من المرض اختلف فيه الفقهاء على ستة أقوال القول الأول حرمة التداوي مطلقا وبه قال غلات الصوفية والقول الثاني الوجوب مطلقا وهو مذهب الإمام أحمد وقال به بعض فقهاء الشافعية والقول الثالث الاستحباب مطلقا وهو مذهب الشافعي والقول الرابع الإباحة مطلقا وهو مذهب الحنفية والمالكية والقول الخامس هو الإباحة والترك أولى وهو مذهب الحنابلة والمنصوص عن الإمام أحمد والقول السادس التفصيل في حكم التداوي وأنه تجري عليه أحكام التكليف الخمسة فمنه مكروه ومنه مستحب ومنه مواجب ومنه محرم من أمثلة الدواء المحرم اتفقوا على أن السموم القتال حرام يعني هذا مما اتفق على حرمة التداوي به ومنه مباح وإلى هذا القول ذهب ابن تيمية وبعض الفقهاء الحنابلة ويعنل بعض الفقهاء عدم وجوب التداوي بكون الشفاء غير مقطوع به إذ هو أمر محتمى أو متوهم وهذا القول يمكن أن يكون قديما ولكن بعد تقدم الطب وآلاته فإن غالبية الشفاء صارت أكثر مما كان من قبل قال ابن عابدين قال والدي في شرح الدرر كتاب في فقه الحنفي إن قوله لا للتداوي يعني بالأشياء المحرمة محمول على المضمون وإلا فجوازه باليقين اتفاقي ولا ريب أن حكم التداوي من المرض يختلف تبعا لاختلاف آثاره ونتائجه بين الأشخاص فيكون التداوي واجبا ومفروضا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو تلف أحد عضائه أو عجزه أو كان المرض معديا ينتقل ضرره إلى غيره ويستدل له أيضا بالقياس على إجبار إصلاح ملك إنسان يتحقق منه إفضاؤه إلى ضرر ظاهر على غيره وقد يكون التداوي مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق ذكره ويكون التداوي مباحا إذا لم يكن مندرجا في الحالتين السابقتين ويكون التداوي مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات طبية تكون أشد وآلم من العلة التي أريد إزالتها أولا يقول الإمام العز بن عبد السلام فإن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلام والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام ولدرء ما أمكن درءه من ذلك ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك فإن تعذر درء الجميع أو جلب الجميع فإن تساوت الرتب تخير وإن تفاوت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل به والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح ودرء مفاسد أقسام العمل بالضرورة الشرعية تقسم الضرورة إلى أربعة أقسام وهي على النحو الآتي القسم الأول الضرورة التي يباح بها الفعل المحرم كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر والدم وذلك في حالة الإكراه الملجئ والقسم الثاني الضرورة التي يرخص بها الفعل المحرم لكن تبقى حرمته ويعني ذلك أن الإكراه الملجئ لا يبيحه لأن حرمته مؤبدة ولكن يمنع الإثم والمؤاخذة في الآخرة وذلك كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمئنان القلب بالإيمان ولو صبر الشخص المكره وقتل عد شهيدا والقسم الثالث الضرورة التي لا يباح فيها الفعل ولكن يرخص فيه في الجملة وهي حقوق العباد كإتلاف مال الغير أو أخذ ماله بغير حق فإن هذا الفعل حرام ولكن هذه الحرمة قد تزول بإذن صاحب المال إذ الاضطرار لا يبطل حق الغير والقسم الرابع الضرورة التي يحرم فعلها ولا يرخص فيها أبدا وذلك نحو الإكراه على قتل مسلم بغير حق وهذا القسم لا يحل بالإكراه مطلقا ولذلك فالضرورات لا تبيح كل المحظورات وإن العمل بالضرورات يتفاوت بين الوجوب والإباحة والمن ضوابط الضرورة الشرعية والتداوي فيها قال الضرورة الشرعية لا بد لها من تحقق ضوابط لها لكي تعد ضرورة مرخصة إذ ليس كل من يدعي وجود ضرورة عنده يسلم له يسلم له ادعاءه وهذه الضوابط هي على النحو الآتي أولا أن تكون الضرورة محققة وليست شكا قال السبكي الرخص لا تناط بالشك وكذلك أن تكون الضرورة قائمة وليست منتظرة وعليه فليس لمن جاع أن يأكل من الميت قبل أن يجوع جوعا يخشى منه التلف أو الهلاك ثانيا أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف نفسه أو أحد أعضائه ثالثا أن تقدر الضرورة بقدرها وعليه فيجب الاقتصار في تناول المحرم أو المحظور على القدر الذي يرفع الضرر دون زيادة عليه إذا كان الضرر مؤقتا ومرجو الزوان وأما إذا كان مستمرا ولا يتوقع رفعه أو دفعه فيباح الإعداد له إلى الوقت الذي يغلب على الظن استمراره أدلة التداوي بالمحرم ومن أحسن ما يستدل به للتداوي من المحرم للضرورة التداوي للرجال بلباس الحرير ومن المعلوم ورود الأدلة الصحيحة والكثيرة في حرمة لبس الحرير للرجال فقد روى الإمام البخاري في صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولحديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير ولحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ينهى عن الحرير ولحديث لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرة والحريرة والمعازف وهذا من الأدلة التي يعني يحرم بها التداوي بالمحرمات المعنوية وما ذهب إليه الحنابلة ومنهم الشيخ منصور البهوتي قال ويحرم التداوم بمحرم من مأكول وغيره ولو بصوت ملهات يريد بذلك الغناء والموسيقى وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة ونقل العلماء الإجماع على حرمة لبس الحرير للرجال فقال ابن رشد الجد أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير المصمت الخالص محرم على الرجال ومع ذكر ما تقدم من أدلة تحريم لبس الحرير للرجال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن به مرض بلبسه فقد روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحة إن عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم حدثنا قتاد أن أنس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القملة فرخص لهما في قمص الحرير في غزات لهما هذا الحديث طبعا قسم من العلماء ذهب إلى أنه حادثة مخصوصة وليست من خصوصيات الاستدلالات وهذا القول ليس صحيحا وليس دقيقا قال ابن تيبية وما ثبت في حق الواحد من الأم ما ثبت في حق الجميع إلا ما خص في موضعين أو ثلاثة كشهادة خزيمة من الحديث المخصوصة فقط في هذا الباب مع أن أحدا لم يخص بحكم إلا لسبب اختص به وهنا لم يختص يعني لا زبير بن عوام ولا عبد الرحمن عوف قال وهنا لم يختص بالسبب لأن الحكة هي السبب وهي تعرض لغيرهما كما عرضت لهما وقد جعل ابن حزم التداوي بمنزلة الضرورة في أكل المحرم مستدلا بقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فما اضطر إليه فهو غير محرم من المأكل والمشرب ويشمل الملبوس أيضا ثم صح يقينا أنه عليه السلام أباحة لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل والوجع وعلّل العز بن عبد السلام جواز التداوي بالنجاسات المحرمة للضرورة فقال جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها لأن مصلحة العافية أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة وقال الشيخ تقي الدين الحصني في كتابه القواعد في قاعدة احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما قال وكذا التداوي بالنجاسات إذا تعين بقول أهل الخبرة لأن مفسدتهما أخف من دوام الألم الذي لا يحتمل مثله وأما بالنسبة في التداوي بالخمر فهو محرم مطلقا لأنه داء وليس بدواء فقد روى الإمام مسلم في صحيح عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بداء ولكنه داء ولذا اتجوز الشافعية التداوي بجميع النجاسات للضرورة سوى الخمر ويلزم على من جوز التداوي بالخمر اضطرارا اجتماع النقيضين وهم التداوي بالداء وهذا يؤكد بأن الله تعالى قد سلب من الخمر جانب النفع في البدن مطلقا قال القرافي وأما الدواء الذي فيه خمر تردد فيه علماؤنا يعني المالكية وقال القاضي أبو بكر والصحيح التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها داء شروط التداوي بالمحرمات عند الضرورة يجوز على طول الراجح التداوي بالمحرمات عند الضرورة إذا تحققت شروط الآتية أولا أن يخبر الطبيب المسلم العدل الثقة الحاذق المريض بأن التداوي بهذا المحرم سيكون شفاء الله ثانيا أن تغلب السلامة من استعمال هذا الدواء المحرم وقدر بعضهم غلبة نسبة النجاح يعني بالدواء المحرم بسبعين بالمئة ثالثا أن لا يوجد دواء طاهر يقوم وقام هذا المحرم في تداوي المريض أو عدم التداوي بالمحرم مع وجود البديل الحلال وأما بخصوص الأدوية التي تحوي على كميات من الكحول والتي تتراوح نسبتها بين واحد بالمئة وخمسة وعشرين بالمئة ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها تمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب خمس وتسعين بالمئة من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة فللمريض تناولها إذا لم يتجسر دواء خال من الكحول وذهب الإمام الزركشي من الشافعية إلى عدم اشتراط ذلك فهو يرى أن ما جاز على سبيل الرخصة لحاجة التداوي لا يشترط لجوازه التعين وهو أن لا يوجد ما يغني عنه من الدواء المباح أصلا وبناء على هذا القول فإن الحاجة تبيع تناول الأدوية المتضمنة للمادة المحرمة من غير اشتراط عدم وجود البديل الخالي من المحظور يقول الدكتور نزيه حماد ولا يخفى في هذا القول من التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المرضى في الأحوال التي يعسر عليهم معرفة ما إذا كان هناك بديل متوفر خال من المادة المحرمة أو النجسة أو لم يكن من القواعد المهمة في جانب التداوي بالمحرمات القواعد الفقهية والقواعد الناظمة لمسألة التداوي بالمحرمات تتجلى أهمية القواعد في هذا الباب التأصيل على التفريع الفقهي في كونه يستوعب الجزئيات المتناثرة في المسائل والأبواب الفقهية المتنوعة فيغني التأصيل الفقهي عن التفريع الفقهي ولا يغني الأخير عن الأول ومن هنا قال القرافي كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء وقال ابن عبد البر الفروع لا تحصى ولا تضبط إلا بضبط الأصول وعليه فإن استخراج حكم التداوي بالمحرمات في نوازل المسائل الطبية الحديثة ومستجداتها لا يمكن إلا من خلال الرجوع إلى القواعد الكلية أول قاعدة من قواعد الناظمة لمسألة التداوي بالمحرمات مسألة وقاعدة الاستحالة وهي تغير العين وانقلاب حقيقتها قال ابن حزم إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الإسم الذي به ورد الحكم فيه وانتقل إلى إسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا الحرام بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر وقال ابن القيم والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء في نفسه ومن الممتنع بقاء حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما ويستعمل الفقه مصطلح الاستهلاك بدل من الاستحالة في التعبير عن اختلاط العين النجسة أو المحرمة بغيرها من العيان الطاهرة أو المباحة على وجه يفوت بها عناصرها وخصائصها ومستند هذه النظرية الاستهلاك هو حديث القلتين المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولذا فالاستهلاك ضرب ونوع من الاستحالة إذ ان المادة النجسة أو المحرمة في مائع طاهر حلال لم يبق لها أثر من اللون أو الطعم أو الرائحة وعليه فقد زالت أوصاف النجس أو المحرم وكذلك زالت خواصها فمثلا نقطة من خمر تكون في مائع حلال أو طاهر ليست لها أثر إذ تلاشت حقيقة المحرم عندئذ قال الحافظ بن رجب الحنبلي في قواعده القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمر في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كثيرا سقط حكمها فإن كان كثيرا سقط حكمها بلا خلاف وإن كان يسيرا فروايتان ثم من الأصحاب يعني الحنابلة من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبقى لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة وهي طريقة أبو الخطاب ومنها اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع فيه وجهان أحدهما وهو المحكي عن القاضي أنه يثبت والثاني لا ومنها لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشهور وقال القرافي إذا استهلك اللبن أو صار مغلوبا بطعام أو دواء لم يحرم لأن الحكم في الحكم للغالب ويشهد لنا أن النقطة من الخمر لا يحد عليها إذا استهلكت مطلقا ومن القواعد في نظرية الضرورة في التداوي بالمحرمات القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية في فقه التداوي في قواعد الضرورة ولأهمية فقه الضرورة في أبواب التداوي بها منزلة كبرى لاجتمالها كما قلنا على كثير يعني في الإجابة على كثير من النوازل والفروع والتطبيقات الفقهية ولسيما العناية بفقه الضرورة وقواعدها التي تمس حياة الناس وظروفهم الاستثنائية من هذه القواعد على سبيل الاختصار الضرورات تبيح المحظورات الضرر يزال ما أبيح إلى الضرورة يقدر بقدرها ما جاز لعذر بطل بالزوالة الضرر لا يزال بمثله الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف الضرر يدفع بقدر الإمكان الاضطرار لا يبطل حق الغير وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاف أخفهما والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور عمر مكي على هذا العرض المهم الذي بيّن فيه الحكمة الشرعية للأدوية التي يدخل في تكوينها مواد محرمة أو نجسة وقد لا يوجد من الأدوية الأخرى ما يغني عنها مع الحاجة أو الضرورة إلى استخدام هذه الأدوية عند بعض المرضى ننتقل الآن أيها الأخوة إلى المحور الثاني لحكم المداوات بين الجنسين للدكتور حاتم الضاري فليتفضل مشكورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعده أولا نتقدم بالشكر الجزيل طبعا إلى القسم العلمي لإقامته هذه الندوة العلمية المباركة وثانيا الفقه الإسلامي هو من أكثر العلوم الشرعية تماثا مع حياة المسلمين ومسائله متجددة ونوازله كثيرة وتحتاج هذه النوازل والمسائل الحادثة إلى بيان أحكامها الشرعية لذا فقد تصدى المفتون سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات كالمجامع الفقهية وغيرها إلى هذه النوازل الجديدة ومن هذه المسائل القديمة وفي نفس الوقت الحادثة مسألة التداوي بين الجنسين وقولنا قديمة لأن علماء المسلمين قد تتطرقوا إلى بيان أحكامها في كتب الفقه القديمة كالمراجع الموجودة لدى المذاهب الأربعة المشهورة وقولنا أنها حديثة فلأن هذه المسألة أي مسألة الطب قد تولدت منها تخصصات جديدة وتفرعت عليها مسائل كثيرة جديدة لم تكن معهودة عند الأوائل طبعا وأصبحت كثرة التردد إلى الأطباء والعيادات من سمات العصر وتولدت مسائل كثيرة جدا فكان على الفقهاء أن يجدوا لها أحكاما تبينها من حيث الحل والحرمة وغير ذلك هذا البحث طبعا يحاول أن يجيب عن مشكلة البحث المتمثلة بجواز التداوي عند اختلاف جنس الطبيب عن جنس المريض وكذلك معرفة الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لما لهما من تعلق كبير في موضوع بحثنا وقد قسمنا الموضوع طبعا إلى قسمين المطلب الأول وهو المقصود به التأصيل الشرعي والمطلب الثاني هو التداوي عند اختلاف الجنسين في الفتاوى المعاصرة بالنسبة للمطلب الأول اللي هو التأصيل الفقهي فقد تطرقت المراجع الفقهية في الشرع الإسلامية في مسائل قليلة مقتضبة للتداوي حال اختلاف الجنسين أي جنسي المريض والطبيب وكذلك في مسألة لها تشابه بهذه المسألة ألا وهي مسألة تكفين وغسل الموت عند اختلاف جنس الغاسل عن جنس المتوفل لاتحادهما بعلة واحدة مع علة اختلاف جنس الطبيب عن المريض ألا وهو علة النظر المحرم وعلة المسي والجسي الذي يحرم طبعا طبعا وردت هنا روايات عن الأئمة العلام والفقهاء حلت لنا هذه المشكلة وتكمن مشكلة البحث في التداوي بين الجنسين في طلاع الرجال الأطباء على عورات النساء والعكس بالعكس ولما في هذا من مخالفة صريحة للنصوص الداعية إلى غنض البصر وبقياس الأولى فالتحريم يشمل أيضا اللمس والجس وكذلك تحرم الخلوة فحرمت الشريعة الغراء نظر الرجل إلى غير محارمه أو زوجاته إلا المباح منها وكذلك للمرأة أن لا تنظر إلى عورات الرجال قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قال الطبري في تفسير هذه الآية قال ابن زيد في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال يغضوا من بصاره أن ينظر إلى ما لا يحل له إذا رأى ما لا يحل له غنض من بصاره لا ينظر إليه ولا يستطيع أحد أن يغض بصاره كله إنما قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومن السنة ما اتفق عليه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد نتحدث فيها فقال إذا أبيتم إلا المجلس فعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي على المنكر وكذلك فقد حرم الشارع الخلوة بالأجنبية فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن مرأتي خرجت حاجة وإني أكتتبت في غزوتي كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك والنهي طبعا كما هو المعروف عند الوصولين اقتضي التحريم فحرم الله تعالى على لسان نبي صلى الله عليه وسلم الخلوة من غير محرم وتعلق مشكلة بحثنا طبعا بمسألة تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية غير زوجته تعلق واضح لأن العلة في المنع بين هذه المسائل والمسائل الطبية واحدة وهي النظر إلى العورة ومس جسد من يحرم عليه والخلوة المحرم والفقها في مسألة تغسيل المرأة للرجل والعكس قد نص على المنع في ذلك حيث ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا مات بين النساء ولم يوجد غاسل له من الرجال ولا بين النساء زوجته فإنه يتوجب على النساء أن ييممنه بخرقة من غير مس جسده وكذلك إن ماتت مرأة بين الرجال ليس فيهم زوج لها أو محرم فيتوجب على الرجال أن ييمموها بالتراب وبهذا قال المالكية فقالوا إذا لم يكن مع المرأة نساء ولذو محرم يممها الرجال إلى الكوعين وإذا لم يكن مع الرجل رجال ولذو محرم من النساء يممه النساء إلى المرفقين وكذلك ذهب الشافعية في الأصحي عندهم إلى هذا فقال النووي رحمه الله فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصحي ولم يجز الحنابلة حتى عند الموت أن يغسل الرجل المرأة الأجنبية إذا لم يكن هناك نساء بل تيمم فحسب أو أن يهرق عليها الماء وهي مستتيرة في ملابسها وقد شار بن قدام إلى رواية عن أحمد وعليها الفتوى عندهم فقال مهنة سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء قال لا قلت فكيف يصنع قال يغسلها وعليها ثيابها يصب عليها الماء صبا قلت لأحمد وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها قال نعم وهذه الأحكام التي أطلقها الفقهة لم تكن من خلجات أنفسهم أو تبعات أهوائهم إنما استدلوا بها من كتاب الله تعالى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة والتابعين والتي تمنع النظر إلى العورة وقد أشرنا لبعضها كما مر معنا وبالرغم من أن تغسيل الميت واجب كفائي في الشريعة الإسلامية لأن هذا الواجب قد يستعاض عنه بالتيمم من أجل حرمة النظر إلى العورة المحرمة والنصوص في هذا كثير ومتوافرة وتستوي حرمتها حال حياته وبعد مماته وقوال العلماء وتفسيرات في هذه النصوص تكاد تكون متطابقة في حرمة النظر إلى ما حرم الله من العورات أو مس جسد لا يحل مسه وقد ذكر الفقهاء في المصادر الفقهية مسألة التداوي باختلاف جنسي الطبيب والمريض فعلقوا عليها باقتضاب إذ لم يكن الطب قد توسع كما هو الآن فأشاروا إلى جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة إذا لم تكن هناك امرأة تجيد الطب جاء في الهداية ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها للضرورة وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدروا يستروا كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها وصار كنظر الخافضة والختان ومع حرمة النظر إلى العورة والتي هي محل اتفاق بين الفقهاء إلا أنهم أجازوا النظر بداع الضرورة لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وللقاعدة الكلية والتي تنص على كون الضرورات تبيح المحظورات قال ابن ملك وموقع الضرورة مستثنات من قواعد الشرع وبالكلام حول الضرورة فلابد أن نبين تقسيمات الأصوليين لمقاصد الأحكام حيث قسموها إلى ثلاثة أقسامه الضروريات والحاجيات والتحسينيات وجعلوا الضروريات أعلاها وتتنوع هذه الضروريات إلى خمسة أقسام هي حفظ النفس وحفظ الدين قبل حفظ النفس ثم حفظ المال ثم حفظ العقل وحفظ النسب وجعل الشارع الحكيم لهذه الضروريات الخمس حدوداً كالقتل المرتدي والقصاص لمن أزهق نفساً والقطع لمن سرق مالاً والرجم والجلد للزاني والسكران ويمكن تعريف ضرورة بأنها الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه فمن أوشك على الهلاك جوعاً وعطشاً أبيح له شرب وأكل محرم وبالقدر الذي يكفيه ليبقى حياً لأن فيه صيانة لإحدى الضروريات وهي حفظ النفس كذلك أبيح لمريض أوشك على الموت أن يأخذ قرضاً ربوياً لإجراء عملية يغلب الظن عند الأطباء أنها ستشفيه بإذن الله أو لمريض يخاف فوت عضو من أعضاء على إجراح جراحة تنقذ ذلك العضو من الهلاك هذا إذا تعذر عليه التمويل الحلال لإجراء الجراحة أخذاً بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتأتي الحاجيات بعد الضروريات وقد تنزل منزلتها فيقال حاجيات تنزل منزلة الضروريات ويمكن تعريفها بما عرفها الشاطبي رحمه الله بأنها المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب وقد عرفها بعض المعاصرين بأنها حالة تطرع على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرم أو ما يخالف القواعد العامة للشر الحاجة قد تعطى حكم الضرورة تيسيراً على العباد وتسيلاً لشؤون معاشهم كما ذكر ابن الرشد في أن الرخصة في العراية إنما هي متعلقة بهذا القدر من التمر لضرورة أن يأكل الناس راطباً ومعلوم بديهياً أن أكل الرطب ليس ضرورة بل حاجة فأنزلها ابن الرشد منزلة الضرورة ومن هذا القول أيضاً في الحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة في الطب ما قاله الخطيب الشربيني في مغني المحتاج واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس من حيث هو لا حاجة إليهما وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة هذه هي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لأن في التحريم حينئذ حرج فللرجل مداوات المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج وقد فرق بعضهم بينهما من جهة أي بين الضرورة والحاجية التي تنزل منزلة الضرورة من جهة أن حكم الضرورة مؤقت بزمان تلك الضرورة وحكم الحاجة مستمر وثالث ما هي التحسينات فهي ما تقتضيه المرؤة والآداب وسير الأمور على أفضل منهاج وإذا فقد لا تختل حياة الناس كما إذا فقد الأمر الضروري لا ينالهم حرج كما إذا فقد هذا الأمر الحاجي ومن التحسينيات مثلا التطوع والصدق والصلاة والصيام وهكذا وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقطير وحرم والتعامل في كل نجس وضع هذا كل من التحسينيات المطلب الثاني التداوي عند اختلاف الجنسين في الفتاوى المعاصرة كل الذي ذكرناه هو في باب التأصيل الشرعي أما في الفتاوى عند الحاضرة فقد ذكر الفقهاء قديما طبعا أجاز عند الضرورة أن يطبب الطبيب الرجل المرأة عند فقد المرأة الطبيبة وأن تقتصر رؤية الطبيب على موضع المرض فحسب لكن الأحوال تغيرت في زماننا وشهد العالم ثورة في الطب وازدادت حاجات الناس إلى التداوي بشكل لم يكن معهود قبل قرون عديدة وأصبحت هناك تخصصات كثيرة في هذا المجال من الجراحة والنسائية والتوليد والعيادات الخاصة وزراعة الأجنة وجراحات التجميل والباطنية وطب الأسان وغيرها من تخصصات الطبية التي لم تكن معهودة أو معروفة قبل هذا الزمان فاختص كثير من الطباء الذكور بأمراض النساء من إخصاب ورعاية حوامل وغيرها وفي الفتاوى المعاصرة لم تبتعد فتاوى حقيقة المجامع الفقهية وفتاوى الفقه حاليا عن ما ذكره الأقدمون في كتبهم ومراجعهم فارتبطت فتاوى المجامع الفقهية ودوار الفتاوى في العالم الإسلامي في إباحة هذه المسألة طبعا ارتبطت كلها هذه الفتاوى بمسألة الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة فتوى دائرة الإفتاء أو دار الإفتاء المصرية بالتوقيع الشيخ حسن مأمون بتاريخ 16 أكتوبر 1957 حيث ذكرت هذه الفتوى حرمة النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ثم قال الشيخ حسن مأمون رحمه الله ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق لإنقاذ حياة الحامل وحياة الجنين في هذه العملية كما أنه لا يعلم قبل مجيء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل واحتياطا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام أي من حكم النظر إلى المحرم وتعتبر من حالات ضرورة التي يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أي حال كانت الولادة ثانيا فتوى مجمع الفقه الإسلامي طبعا هذا بتاريخ 7-1-1414 الأصل أنه إذا توافر الطبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم طبيبة غير مسلمة فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم طبعا هم رتبوا الضرورة هنا لقولهم ودائما يقولون بقدرها هذا هو قدر الضرورة إذا لم يكن هناك إذا كانت هناك طبيبة فالأولى أن تكون الطبيبة مسلمة ثم الطبيبة غير المسلمة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب غير المسلم لأن هذه حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها طبعا أيضا اشترطوا مع هذا وجود محرم مع المرأة في هذه الحالة ويجب أن يكون هناك محرم فقد قالت فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن ذهاب المرأة للطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إليه إلا أنه لا بد أن يكون هناك معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أنه إنما أويح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل وما كان تحريمه بتحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين طبعا هنا يعني اقتصارا للوقت الفتاوى المعاصرة كانت فيها ثلاث شروط هو أولا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة ملجئة لهذا الأمر هذا أولا ثانيا أن لا يكون هناك خلوة موجودة طبعا وثالثا كما هو معلوم طبعا هنا عندنا ذكرنا شرطان وبقي هناك شرط ثالث وهو عند عدم وجود طبيبة مسلمة كفأة فيجوز للطبيب أن يباشر هذه المريضة هذه الشروط الثلاثة وتدور الفتاوى المعاصرة كلها حول هذه المحاور الثلاث أو شروط الثلاث لجوازي تطبيب الجنسين بعضهم للبعض الآخر شكرا لكم واجزاكم الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا للدكتور حاتب الضاري على ما قدم من مادة علمية مهمة بيّن فيها عدم جواز التداوي بين الجنسين إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك والضرورة تقدر بقدرها ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى المحور الأخير في هذه الندوة بعنوان حكم نقل الأعضاء وزرعها للدكتور عمار عبد الكريم فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله موضوع هذا البحث هو حكم نقل الأعضاء وزراعتها وهذا الموضوع هو من النوازل الفقهية الحديثة التي جرت في زماننا بسبب التطور الحاصل أو التطور الفضيع الذي حصل في الطب في أيامنا هذه هذا التطور لا بد للفقه الإسلامي لأن كما تعلمون الشريعة الإسلامية هي صالحة لكل مكان وزمان ففي كل زمان إذن في زماننا اليوم أصبحت هناك تطورات كبيرة في الطب هذا التطور ألجأ الفقهاء إلى البحث في قضية مهمة جدا تتعلق بها الحياة ويتعلق بها الموت هذه القضية هي قضية زرع الأعضاء نقل العضو من جسم إلى نفس الجسم أو نقل العضو من جسم إلى جسم آخر إنسان آخر قبل أن نبدأ بتفاصيل ما قال الفقهاء في اللغة تعريف العضوي قالوا كل لحم وافر بعظمه وكأن هذا التعريف في اللغة كأنه يتكلم عن الأطراف فقط لم يتكلم عن الأجزاء الداخلية للإنسان لأنه قال كل لحم وافر بعظمه أغلب الأجزاء الداخل جسم الإنسان ليس فيها عظم طيب الذي يهمنا هنا إذن هو إصطلاح العلماء الفقهاء الفقهاء قالوا أن تعريف العضو هو الجزء الذي استقل بعمل معين في البدن عضو استقل بعمل معين في البدن الأطباء قالوا هو كل جزء من جسم الإنسان يتميز عن غيره من الأجزاء وتكون له وظيفة محددة تختلف عن بقية أعضاء الجسم في الوظائف مجمع الفقه الإسلامي بجدة عرف أن العضو قال أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرانية العين سواء أكان متصلا به أم انفصل عنه وهنا ضربوا مثال عن القرانية أغلب الفقهاء طبعا سنرى أن هناك من منع النقل وجواز الزرع وهناك من أجاز من منع ومن أجاز يعني شبه هناك اتفاق على قضية نقل الكلاء ونقل القرانية يعني لم يجري فيها ذاك الخلاف الكبير لحاجة الناس وكثرة الموضوع هذه الأعضاء من الناحية الطبية كم نستطيع أن تبقى هذه الأعضاء أو هل المفتي في حال العملية مباشر يسأل ويجيب أن لا بد من دراسة هذا الأمر لتكون الفتوى جاهزة والمسألة الفقهية جاهزة سنرى أنه لا يمكن أن يفتى في نفس الحال التي نستطيع أن هو يمكن ولكن لا بد أن يتحمل المفتي إفتاءه والسرعة التي سيفتي بها وهو كما تعلمون مسؤول أمام الله جل وعلا وأفضل ما قيل فيها إعلام الموقعين عن رب العالمين فهو سيوقع نيابة عن الله أن هذا الأمر جائز وهذا الأمر مخيف لا يمكن أن ينتهي بدقائق أو ساعات فالأطباء يقولون أن الدماغ لا يستطيع أن يعيش بعد الوفاة أكثر من أربع دقائق طيب القلب لبضع دقائق الكلا بين 45 إلى 50 دقيقة لا يمكن أن تعيش أكثر من ذلك إذن بعد 50 دقيقة لا يمكن أن نقل لهذا الجزء هذا طبيا والكبد لمدة أقصاها ثمان دقائق الدماغ إذا توقف قد يعيش الجسم أيام أو ساعات أو أيام بعد توقف الدماغ أما العظام تتحمل يوم أو يومين الأعضاء البقية يعني مثلا الكبد تتحمل 72 ساعة إذن ذكرنا هذا الموضوع قضية الساعات أن 72 ساعة يعني تقريبا ثلاثة أيام هل المفتي سيعود إلى الكتب ويعود إلى المجمع إذن لا بد أن يكون هناك الفتوى جاهزة وهذا الموضوع مدروس وبالفعل الفقهاء رحمهم الله ورضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا عما قدموا درسوا هذه المسائل فانقسموا إلى فريقين أو ثلاثة قسم من العلماء قال أن الفقهاء انقسموا إلى ثلاثة فرق في هذا الموضوع فريق يقول بعدم الجواز مطلقا لا يجوز زراعة الأعضاء أو نقل الأعضاء وزراعتها مطلقا وفريق آخر قال بالجواز مطلقا والفريق الثالث قال بالجواز بشروط طيب عندما نرى الفريق الثاني الذي قال بالجواز حقيقهم لم يقولوا بالجواز مطلقا لا يوجد أحد قال بالجواز مطلقا ولكن بشروط إذن بالنتيجة تنحصر الأقوال إلى قولين هو القول بعدم الجواز مطلقا والقول الثاني هو الجواز بشروط لأن القول الثاني الذي قيل عنهم أنهم قالوا مطلقا لم يجيزوا مطلقا وإنما وضعوا شروط لهذا الجواز فلا يمكن أن يجيزوا مطلقا لأن هناك قد يكون تجاوز هناك تعدي هناك تمثيل وغير ذلك لذلك حددوا نقاط كثيرة إذن نذهب إلى مشروعية الجواز الفقهاء ماذا قالوا هل يجوز نقل الأعضاء من جسم إلى جسم؟ القول الأول لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية مطلقا هذا القول قال به مثلا الشيخ الشعراوي وقال به حسن علي الشاذلي وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله هؤلاء قالوا عدم الجواز نقل الأعضاء مطلقا طيب لما هذا عدم الجواز؟ قالوا للأدلة التي سنذكرها فذكروا أدلة كثيرة ولكن نختصر منها استدلوا من كتاب الله جل وعلا بعدة أدلة قالوا قال تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا قال وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا فَاَعْتَبَرُوا النقل من جسم إلى جسم آخر هو تشويه وتمثيل بهذا الجسم وقال وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ثم قالوا قوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فلفظ التهلك في الآية قالوا أنه لفظ عام يشمل ما يؤدي إليها وهذا النقل يؤدي إلى التهلكة ثم قوله تعالى وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ قالوا هذا النقل من جسد إلى جسد هو تغيير لخلق الله جل وعلا وقوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا قالوا أن الآية الكريمة دلت على تكريم الله للآدمي وهذا التكريم شامل في حياته وفي موته هنا يتكلمون عن نقل بعد الوفاء نقل بعد وفاة الشخص نقل العضو قالوا في الوفاء وفي الحياة هو مكرم عند الله جل وعلا ولا يمكن التعدي عليه وإذا تعدين على هذا الجسم أو الجسد فعند ذاك نمثل به وهذا الأمر منهي عنه استدلوا من السنة بأحاديث كثيرة من هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفير بن عمر الدوسي وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة يعني جو المدينة ما والتوافق معهم فمرضوا فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه يعني الدم بقى يصب إلى أن مات الرجل فعندما مات فرآه الطفيل رضي الله عنه في منامه فرآه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع ربك بك قال غفر لي بهجرتي مع نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لما يداك مغطات قال قيل لي لن نصلح منك هنا الشاهد قال لن نصلح منك ما أفسد فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرحمة المهدات اللهم وليديه فاغفر العلماء هنا ماذا قالوا من منع قالوا إذن قال لن نصلح لك ما أفسد فاعتبر ما فعل من قطعه لبراجمه إفساد فإذن لا يجوز نقل الأعضاء كهذا الأمر ثم حديث أسماء رضي الله عنها قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي ابنه عريسا أصابتها يعني عاروس أصابتها فتمرق وفي رواية فتمرط شعرها أصابتها حصبة فقالت أوصله بشعرها يعني بشعر آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنى الله الواصلة والمستوصلة فقالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذه المرأة عن وصل شعر بنتها بشعر آخر إذن لا يجوز أن نصل عضو إنسان بإنسان آخر ثم أحاديث النهي عن المثلى ومنها حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله جل وعلا ومن معه من المسلمين ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا قال ولا تمثلوا قال إذن لا يجوز التمثيل وإخراج جزء أو عضو من الإنسان إلى إنسان آخر هذا تمثيل به وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كسروا عظم الميت ككسره حيا فقالوا إذن إذا الميت أخذنا منه شيء فكأننا نؤذيه وهو حي والأحاديث كثيرة نكتفي بهذا القدر ثم استدلوا من المعقول على هذا القول بعدم الجواز من عدة أوجه ومن هذه الأوجه أن الوجه الأول أن من شرط صحة التبرع يكون الإنسان مالك الشيء المتبرع به قالوا والإنسان ليس لا يملك هذا الجسم وإنما هو لله جل وعلا الوجه الثاني إن درء المفاسد مقدم شرعا وفي التبرع مفاسد عظيمة تربو على مصالحه فقالوا المفاسد أكثر من المصالح في قضية التبرع طبعا عندما نقول التبرع الكل لم يجيز البيع كل الفقهاء من أجازة ومن لم يجيز لم يجيزوا بيع أي عضو من الإنسان وإنما الخلاف جاء على التبرع بهذه الأعضاء هل هو يجوز أو لا يجوز إذن هذا الفريق قالوا لا يجوز قالوا وكذلك حرمة المال نقيس على حرمة المال أقل من حرمة النفس وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقي كرائم الناس إذن لا بد من توقي كذلك أعضائهم من باب أولى استدلوا كذلك من قواعد الفقهية وذكر الدكتور عمر والدكتور حاتم كثير من هذه القواعد وذكروا من الآيات والأحاديث ما يعضد هذا القول وذاك القول قالوا قاعدة الضرر لا يزال بالضرر وقالوا الضرر لا يزال بمثله طيب إذن هذه هاتين القاعدتين تضمنت المنع من إزالة الضرر بمثله قالوا يعني سنوقع ضرر على الميت أو على الحي المتبرع فلا يجوز وقالوا قاعدة ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا قالوا إذن نحن متفقون على أن وأنتم من أجزتم اتفقتم على عدم جواز البيع فبما أن البيع لا يجوز فإن الهبة لا تجوز كذلك التبرع لا يجوز لما للقاعدة ما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته فالعبو لا يجوز بيعه إذن لا تجوز هبته ثم استدلوا بأقوال الفقهاء طبعا ذكروا أقوال كثيرة للفقهاء في كتب الفقه ذكر منها الدكتور عمر وكذلك الدكتور حاتم لا حاجة لنا في ذكرها هنا ثم نذهب لاختصار إلى القول الثاني الذي قال بالجواز قال يجوز نقل الأعضاء الآدمية وخصه بعضهم بغير المعصوم يقصدون أن لا يجوز النقل من المسلم يجوز النقل من الكافر وبعضهم بالحي أن الحي الميت لا يجوز لأن الحي سيملك أمره يعني يستطيع أن يتبرع أما الميت فمات ولا يملك التبرع بجسمه والجسم ملك لله جل وعلا وهذا القول صدرت به الفتوى من عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان مثل المؤتمر لإسلام الدولة المنعقد بماليزيا ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وهيئة كبار العلماء في السعودية وهو قول جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين في هذه المسألة أغلب العلماء المعاصرين يقولون بالجواز استدلوا من الكتاب بعدة آيات منها قوله إنما حرم عليكم الميت والدم إلى قول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميت إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وقوله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى قوله إلا ما اضطررتم إليه وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قالوا هذه الآيات كل هذه الآيات تتكلم عن ماذا تكلمت عن الإضطرار إذن عند الإضطرار يجوز نقل عضو من جسم إلى جسم آخر فقالوا أن الآيات الكريمة اتفقت على استثناء حالة الضرورة من التحريم المنصوص عليه ثم استذلوا بقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فماذا قال فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قالوا ومن أحياها عام يشمل كل إنقاذ من تهلك والنقل هذا سينقذ شخص من تهلك إذن يجوز النقل والله أعلم ثم قالوا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج كل هذه الآيات تدل على أن نقل الأعضاء الآدمية تيسير على العباد ورحمة بالمصابين والمنكوبين الأدلة من السنة الأدلة العامة في قضية الإيثار قالوا بما أنه يجوز للإنسان الإيثار يجوز له الإيثار عندما جاز له الإيثار بنفسه وضربوا أمثل أن هناك من الصحابة من فد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكذلك قصة الصحابة عكرم بن أبي جه رضي الله عنه في معركة اليارموك عندما آثر على نفسه أصحابه بالماء والآخر والثالث ثم عاد على الأول فماتوا جميعا بسبب الإيثار فقالوا هنا آثروا بأنفسهم آثروا أصحابهم بأنفسهم إذن جاز نقل أن ينقل الإنسان من جسمه إلى جسم آخر وخصوصا الميت والحي أولى من الميت من المعقول قالوا بعدة وجوه قالوا التداوي بنقل الأعضاء الآدمية كما يجوز التداوي بلبس الحرير وذكرها الدكتور عمر أنهم بلبس الحرير والأمر الآخر جاز للمريض أيضا لبس الذهب مع أنها منهي عن اللبس لها والوجه الثالث نصوا على جواز شق بطن الميت لإخراج المال أو جوهرة التي فيه فإذن شققنا بطن لإخراج جوهرة فمن باب أولى أن ننقذ شخص آخر والوجه الآخر قال يجوز نقل الأعضاء كما يجوز تشريحها بجامع وجود الحاجة إلى ذلك أجزنا التشريح لوجود الحاجة ودليلهم من القواعد الفقهية قاعدة الضرر يزال والضرورات تبيح المحظورات وإذا ضاق الأمر اتسع وإذا تعارضهم مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما وهذا الأمر هذه القاعدة تشير والله أعلم أن الميت قد مات ولكن الحي هو أولى منه بهذه الأجزاء والله أعلم وقالوا أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والأمور بمقاصدها كما قلنا اشترطوا شروط فإذا كان المقصد هو للإصلاح والإحسان إلى هذا الإنسان فلا مانعا من ذلك واشترطوا شروط كثيرة قالوا منها أن لا يوجد دواء بشرط أن لا يوجد دواء بعد استنفاذنا أن العلاج أصبح مستحيل عند ذاك يجوز النقل قالوا أن لا يغلب على ظن الطبيب أن يغلب على ظن الطبيب نجاح هذه العملية أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة أن يؤخذ العضو بإذن المريض أن لا يجوز نقل عضو المعصوم إلى غير المعصوم يعني من مسلم لكافر ويجوز نقل عضو غير المعصوم إلى المعصوم مراعاة أصول الكرامة الإنسانية وقت إجراء العملية ونقاط كثيرة ثم قسموا العمليات زراعة الأعضاء قالوا صورتان صورة نقل من الجسم نفسه وصورة إلى غيره وأباحوا هذا النقل وبالنتيجة ذكروا أيضا أقوال الفقهاء في هذه الأمور ثم رجحوا جواز نقل الأعضاء للضرورة وبالشروط المذكورة إذن المسألة الراجح فيها والله جل وعلا أعلم طبعا قول من قال بالمنع وذكر الأدلة ردة على هذه الأدلة ومن قال بالجواز أيضا وذكر الأدلة ردة أيضا على هذه الأدلة في المناقشات للأدلة والراجح والله أعلم أن الغالب يعني غالب علماء هذه العصر قالوا بجواز نقل الأعضاء من جسم إلى جسم بالشروط الكثيرة التي ذكروها في كتب الفقه والله جل وعلا أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور عمار عبد الكريم على ما قدم في هذه الورقة البحثية التي بيّن فيها أقوال العلماء المعاصرين في المسألة والتي تنوّعت بين مانع ومجيز ومفصل في ختام هذه الندوة أتقدم بالشكر جزيلا للمحاضرين على ما قدموا والشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم وإلى لقاءات قادمة بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة